السلام عليكم. ميزت البطولة تجهز الاول. اصدرت شركة سوبر سيل بلعبتها المشهورة جدا والمحبوبة عن مشاهدينها بقناة الوان جين جين وان لعبة كلاش رويال. اه خبر جديد. هاد الخبر اول شي اه ناشرته الوسائل التواصل الاجتماعية ابتداء من فيسبوك وتويتر. وبعدين حطوه بشكل مباشر على الموقع الرسمي تابعهم. طبعا اللي بيسألني شو الموقع حطرناها بالرابط. الموقع هو كتير بسيط. كلاش رويال دوت كوم. اذا هو الموقع الرئيسي تماما. اه اول شي الخبر انا هقرلكم ايها متى ما هو محطوط على الموقع. مع اني بقلكم بالعادة بسلسلة الاخبار. اني انا فضل اقرأ الاخبار بالانجليزية وترجم لكم اياها. لانه الفريق للأسف. اه الفريق اللغة العربية بلابت كلاش رويال جدا اه سيء. هني اجانب متعلمين عربي للأسف. ما لون عرب. اه مشانا هيك ممكن تلاقي بعض كلمات اللي ما كتير منيحة. بس مقال كبير. ما حقدر ترجمه كتير قدامكم يعني يطلعها. صح? يلا خلينا نستعمل الشي اللي هن عاملينه. بميزة البطولات الجزء الاول عم بيقلك انه اه انت يمكن لاحظت انه فيه اشياء مثيرة للغاية اه حبينا نعطيك بعض المعلومات الزيادة واردنا اطلاعك على رؤيتنا في بطولات داخل اللعبة. اذا داخل لعبة كلاش رويال حيزيد شي جديد هو ميزة البطولات. ميزة التورنمنت. بقلب اللعبة. حيصير في زر بيعمل لك هالبطولات. اول شي الاساسيات. بالاساسيات عم بيقلك يساعد المهارة والخبرة عن اضافة عمق مهم للعبة. حتى لحظوا اللغة العربية تبعون يعني هي شوي ما كتير واضحة. انا حاول اشرح لكم طريقتي بعدين بس حنقرأ. اه فلذن فنحن نهدف اولا وقبل اي شيء الى فتح البطولات بالقرب من مستوى قواعد البطولة. يعطي هذا ايضا هدفا مثيرا وقابلا لتحقيق في فترة قصيرة الى متوسطة. ليسعى اليه اللاعبون الجدد. بالاضافة الى ذلك يتم خوض جميع البطولات باستخدام قواعد آآ البطولة. طيب آآ يعني شو عم بيحاول يقول لك باختصار? نعم بيحاول يضيفوا هالميزة اللي نحن بقناة الوان جن جن وان كنا نعملها مسلا كل خميس نعمل بس مباشر. آآ نحاول نعمل بطولة. في عنا ابطال سلطان اخر شي اخد بطولة. آآ فيكم نشوفوا سلسة البطولات موجودة بالقناة المهم. انه آآ بدل ما يصير هالشي انت بكبسة زر صار فيك تشترك ببطولة. ما في داعي تطلع من كلانك وتروحها كلان تاني لتفوت ببطولة. لا خلاص. كبسة زر واحدة تكفي لانك ترتاح. هيحكوا عن هذا الموضوع بعدين تحت يمكن. وشكل الزر او شكل البطولة هيكون بهذا الشكل. انه هيكون آآ اسم البطولة مسلا. آآ وبطولة الوان جن جن وان. آآ بيقول لك مكانة مسلا. وبتنتهي بالوقت الفلاني. هم انت بتفوت وبتلعب. بس في موضوع ما هم لازم نقولوا هلأ دغري. قبل ما نكمل. اللي هو كتبوا لنا كلمة قواعد البطولة. في عنا كتير ناس عم تشاهد ما بترف شوية قواعد البطولة. خلينا سوا نشوف على الشاشة. قدامي هون. آآ طلعي قواعد البطولة تمام حلو كتير. شوية قواعد البطولة. قواعد البطولة يا شباب هي انه القاعدة بتنزل لليفل تسعة ازا كانت فوق تسعة او تسعة. ازا انت ازا تلتعاش هتنزل للتسعة. ما فيك تلعب بليفل تلتعاش. الكروت الكومن عندك ازا كانوا تلتعاش هينزل للتسعة. ما في ما بصير يكونوا اكتر من تسعة. ما بصير يكونوا اكتر من سبعة. ما بصير يكونوا اكتر من اربعة وكروت الليجندري ما بيصير يكونوا اكتر من لذل واحد فقط. هي بالنسبة لقواعد البطولة. بالنسبة للوقت الاضافي بالمباراة العادية هو دقيقة بينما بقواعد البطولة هو تلت دقايق. ازن هي عادلة اكتر لا اه للواحد يعني يكون عادل. امحية ولا لا? لا ما حقا امحية. حترد قواعد البطولة بركز اذا حبيته ترجعولها ونكمل بخبرنا خليها موجودة للشاشة ما في مشكلة. الشمولية. بيقلك بعد فتحك لهذه الميزة سيكون الشعور بامكانية ارتقاء اي شخص في المستوى واللاعب والفوز باحد البطولات على الانترنت وبشكل شخصي. ازن يعني كأنه عم بيقلك انه انت اي واحد بالعالم بقدر يصير يشارك بطولات. هلأ هنه لسه ما حاكين ما عين لك شو بتكلف? شو فيها جوائس? شوين فيك تلعب? كلها هي للجزء التاني. انا وقتينزل الخبر حقلكن يا ان شاء الله. ازا انتو حابين ومبسوطين. عم يطلع تحت اسمي اه هاشتاغ وانججين وان امدرسكور ارمي. اه ياريت استعملوها بكمنتات كون وين ما كنتو. وعم نكمل بيقلك انه الفوز باحد البطولات هادا على الانترنت وشكل شخصي. هو الشعور الذي نبحث عنه. انه الواحد ينبسط بنفسه. انه هو عم بيشارك بطولات ويربح. جعلنا هذا المفهوم الجديد يعيد التفكير. اه بيترجعوا يفكروا فيه الفئات التقليدية ونزام الاقصاء سيعملها. شو يعني اه شو هالكلام يعني ممكن فيه ناس فهمتهم ممكن. لا انا هاشرح. يعني متل فكرة انه بطولات اللي احنا اللي عملها شو انه اه مجموعة اي هاد حيلعب مع هاد الربحان بيتاهل هاد حيلعب من هاد. نزام مجموعة هادا اللي يعني يحاولوا يفكروا عليه بطريقة اه خاصة يعني. اه اكد العديد من اختبارات اللعبة الداخلية انا اشتراط اتصال شخص الانترنت في نفس الاوقات مباراتهم بالضبط. لازم يكون واحد عنده انترنت. طبعا هادا شي مفروغ منه يعني. هقول تلعب بطولة بدون انترنت. هاي مسلا ما في داعي يذكروها. بس انه يلا بيقول لك خلينا نكتبها مشان ما واحد يقلنا بارك يبدي يشارك اوفلاين. المهم اه لم يعود جيدا كما اردنا. بدلا من ذلك فقد قررنا اللجوء الى نظام مطابقة مطابقة مغلق ما يعني ان كل بطولة لوحة تسجيل ونظام مطابقة مباراة الخاص بها. اه توعد تشابهة مع لوحات تسجيل العالمية والمحلية مفيدة السؤال الفهم كما ان حجمها يضاعف في شكل رائع في البطولات الكبيرة. طبعا البطولات الكبيرة ممكن تكون امور معقدة جدا. ما بعرف هال معقول تعمل لك بطولة فيها الف لاعب? يمكن. هل ممكن تعمل لك بطولة اوروبا مسلا بطولة اوروبا فيها عشرة الاف لاعب ميتة الف لاعب? ما بعرف لوين عم بفكره? يمكن بالجزء القادم من هالا من هال سلسلة الشروحات والاخبار المصدقة مئة بالمئة من شركة آآ شركة الام شركة سوبر سيل آآ شركة المصنية على لعبة كلاس رويال هي اللي تعطينا الاخبار آآ لوحات تسجيل العالمية آآ اوكي كما ان حجمها يضاعف هالحاكينا كان اكثر مرورا لانسى بجميع اللاعبين المشاركة آآ على طريقتهم الخاصة. المكافأة لن تحتاج مجدداً الى مغادرة قبيلتك لتلعب في احد بطولات. هالي جملة الاتب لشوي. آآ معت في داعي تترك لكلان لتلعب بآآ بطولة. خلاص انت بكلانك بتروح تشارك وينما كان. قصة صارت احلى واجمل. آآ في كتير حكي دهنقال آآ منتمنى انه نشوفكم بجزء التاني من هذا الشرح اللي حيتناول آآ انشاء البطولات والانضمام اليها وشو ممكن تربح. شو ممكن تربح. ازا هي الامور كلها. آآ الى اللقاء في الساحة فريق كلاش رويل الرسمي. خلاص. آآ انتهى الموضوع. ما عد فيه كلام. بيجي هلا هون لحنا آآ انا كعمر شو ممكن قلكن مشي من عندي. آآ ممكن يعني انا اللي بقلكن ياه انه ممكن يصير شوية شغلات. هي آراء شخصية. بس ممكن يصير انه مسلا انا عمر مسلا بدي افتح بطولة. ممكن تكلفني هالبطولة معين او شي. بس ممكن انا حط انه انا بدي من جماتي اعطي للجائزة للعب الاول. ازا كانت الفكرة كما هي هيك. ازا ممكن تكون الفكرة كتير حلوة وكتير قوية. وبنعمل شغلات رائعة مع بعض ازا كانت هيك. ازا ما كانت هيك كمان بنشوف هنه شو عاملين. بس آآ كفكرة انا بتوقع انه ان شاء الله بقدر بحاول جميع جمات قد ما فيني. وعملكم شغلات تنبسطوا فيها كتير. طبعا انا بجميع جمات من روابط بحط لكمها دبا بس دي سكريبشن برنامج 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 كل هاتن محطوطين روابط تسجلوا فين حملوا تطبيقات تلاتين سانية كل تطبيق آآ بعده انتي خلاص آآ بصار بيجيك آآ آآ اموال مجانية اللي تشحن جواهر بلعبة تلاش ريال بكل احوال اتنانا تكونوا استمتعتوا بها المقطع ازا بتحبوا اللعبة في عنا مقاطع كتير وسلاسل كتير بالقناة ياريت روحوا تشايكوا ما تنسوا تعملوا اللايك وتنزوا لقيتها حتك بس وزر السبسكرايب للمزيد ازا حابين تشوفوا اخبار تانية ياريت خبروني بالكومنتات هاشتاك وان جيجين وان ارمي واي تعليق بتكون ياه ورأيكم عن هذا التحديث ومع السلامة